أما العقيد أي تعمارة المدعوية السين والعقيد اسكندر ولطفي فقد تم الزج بهم بخلفية أولاً أنهم ساهموا في إنجاز الانتخابات ثانياً انتقم منهم شنغريحة لأنهم قبائل ثالثاً تخلى عنهم التوفيق لأنهم قاموا بتوقيفه وعملوا على إنجاح الانتخابات ضد منهج التوفيق الذي كان يتبناه وقاموا بتقديم الولاء لجنرال عسكري هو بعزة وسيني وهذا غير مسموح به يجب أن يبقى ولاءهم تابع للمخابرات وإلا أن يحالوا على السجن أو كذا كلمة ليست واضح رابعاً لأنهم على علم برشوة ربراب لتبون لإخراجه من السجن طبعاً كما تعرفون تم إخراج ربراب بعد ثمانية أيام من اغتيال جيد صالح لقيل أنها وفات في 23 ديسمبر في 31 ديسمبر 2019 أخرجها حتى قبل أن يبدأ عام 2020 أخرجها ربراب من السجن وكانت ضد أحكام معتبرة وكانت بعض القضايا ما زال سيحاكم فيها فهو هنا يشير هنا يشير إلى قضية لعل ركم تبعتوها قبل شهرين أو ثلاثة كنا تحدثنا عليها نظر في سبتمبر الماضي إذا كان ذكرتي جيدة وهي محاكمة ابو عز وسيني والعقداء الذين كانوا مع الضباط اللي كانوا مع خاصة الظابط هل نذكرهم بالأسماء باش ما ننسون آية عمارة المدعوية السين والعقيد أي العقيد آية عمارة المدعوية السين والعقيد سكندر ولطفي قد تم الزوج بهم تمت محاكمتهم ومن كان يتابعني على اللايف يعرف ما كنا قلنا يومها وما كانت بعض الشهادات خاصة في آية عمارة الذي شهد كثيرين ممن بعثوا لي رسائل في خصوصه من أنه كان من أنظف الناس اللي قابلوهم بالرغم أنه كان عقيد في المخابرات يعني أنا ذاك ذكرت هذا الموضوع طبعا علقت على الموضوع قلت أن الإنسان قد يكون إنسان نظيف لكن عندما تكون نظيف وتكون في مكان هو عبارة عن مافيا وعن إرهاب وعن عنف وعن قتل فأنت أقل شيء شهدت وتشاهد ما يحدث حتى ولو كنت لا تشارك فيه عموما الآن صدرت ضدهم كما تعرفوا أحكام ثقيلة بداية من بوعز وسيني اللي تم وضع رتبته إلى جندي وإلى هؤلاء العقدة وغيرهم فيهم أيضا رتب غير عقدة فهو هنا يشرح بوغرميت بونويرا لماذا تم الانتقام من بوعز وسيني ومن الضباط الذين اشتغلوا معه ويشرح من أن هؤلاء الضباط أي تعمارة كما يقول اسمه بين قبائلي ويقول بأن أيضا الآخرين اللي سماهم كأن نذكر أي تعمارة يسين واسكندر ولطفي يقول بأنهم بالرغم من أنهم قبائل إلا أن ذلك لم يشفع لهم لأن توفيق اعتبر من أن اعتقالهم له قد شي صح هو من اللي اعتقلوه بوعز وسيني والفريق انتاعه هو اللي اعتقل توفيق وترطاق والسعيد والوزا حنون والثاني أنهم ساهموا في ما يسميه بنويرا إنجاح الانتخابات وهذا كان ضد الاستراتيجية اللي كان يشتغل عليها كان يشتغل عليها توفيق بالمناسبة اليوم رسلني أحد الأفاضل بهذه المعلومة خلينا نعطيها لكم على السريع مش من سهاش توفيق داخل سجن البوليدة كان لديه هاتف ثورية هاتف روسي كان يستعمله ويضيف توفيق حضر الاجتماع الأخير لما يسمى بالمجلس الأعلى للأمن لم يظهر في التلفزيون لأن بعد التصوير دخلوه للقاع يعني رح يحضر هذه احنا عندنا معلومات أيضا لم أكن أعرف أنه حضر المجلس لكن كنا نعرف أن توفيق له دور الآن أساسي في صناعة القرار أي أن الشنغريحة أصبح يعتمد نتيجة لوجود جنرالات عندهم ولائهم كامل وضباط عندهم ولائهم كامل لتوفيق مثل جبار مهنة ومثل حسان جنرال حسان عبد القادر أيتورابي وآخرين وأيضا نتيجة لأنهم يعتقدون يعني لما ربما تتذكرون واش قال عبد العزيز مجازر مجاهد على تب بول لما سألوا صحفي قبل فترة قالوا كنت تلتقي توفيق قالوا نسمع به قالوا هل جالستوا قالوا لا مقدرش نشي سمعها قالوا بصح أنت مدير وهو مدير قالوا مدير ومدير بصح مش كيف كيف توفيق حاجة حاجة كبيرة توفيق عندهم لأنهم هم جهلاء فكما يقول المثل الفرنساوي تقريبا مع احترامي لكل إخواننا المصابين يقول لك الأعور ملك في مملكة العميان سامحوني على هذا المثال لكن فقط باش نبين به التوفيق يشوفوه بأنه لميار يشوفوه بأنه إنسان خارق للعادة من أنه عنده ذكاء استثنائي والحقيقة لا ذكاء استثنائي ولا خارق للعادة عنده دهاء عنده خبث وعنده جرائم ليس لا حدود يقدم عليها من الخلف فخلق هالة إلى درجة أنه كاد أن يتحول إلى أسطورة أسطورة واختفى ولم يكن يعرف الناس لا صورته ولا كان من فضل الله علي أني خرجت صورته في الـ 2004 وشافوها الناس ربما أول مرة كانوا يشوفوها الجزائريين ما عاد ربما ليعرفوه قليلا يعني ومعروفة الصورة تبان بالأخضر إلى آخره في 2004 في إحدى برامج كانت على إحدى القنوات الفضائية إذن الحقيقة أن دور توفيق ونزر ولكن توفيق أكثر يتعاضم مع سقوط جناح القايد الصالح اللي هو ساهم في طحنهم طحن انتقاما منهم ولكن أيضا زاد هذا الدور أكثر بعد الإطاحة بقايدي لأن قايدي كان يرأس جهة داخل الجيش دي بي اللي فيها عشرات الجنيرالات يعني بعد المصادر تقول هناك سبعين جنيرال كان يرأسهم قايدي أي من يرأس هذه الإدارة دي بارتمو هذه معه سبعين جنيرال وأن هذه الإدارة هي واحدة من أخطر وأهم الإدارات لأنها تقوم بعملية التنسيق داخل الجيش بشكل عام خاصة داخل القوات البرية هذه كانت بين قوسين فقط حتى لا تضيع لأن كان كثير من المعلومات وكثير من الأشياء رابعا لأنهم على علم برشوة البراب لتبون لإخراجه من السجن وتمت التضحية بهم ليكونوا كعبرة لضمان المخابرات للآخرين بأنه مهما كانت الظروف يجب أن يبقى الولاء لتوفيق ومعتقداته ولجهة انتمائهم العميد نبيل جنيرال نبيل مدير أمن الجيش السابق لأنه أشرف لأن العميد نبيل أيضا حكموه مع أبو عز وسيني العميد نبيل مدير أمن الجيش السابق ينتقمون منه لأنه أشرف على ملف التحقيق للتهريب والاتجار بالسلاح لشنغريحة ومن معه سنة 2019 وتم الانتقام منه من قبل شنغريحة لهذا الغرض اللواء عكروم واللواء شواقي انتقم منهما بخلفية أنهما من منطقة القبائل واستخلفهم شنغريحة بآخرين بجنيرالين شرقيين أو بجنيرالين من الشرق وتخلى عنهم التوفيق لأنهم كانوا من الموالين للفريق قيد صالح بمعنى أراد هنا أن يضيف شيء بأنه التوفيق كان يتخلى عن الجنيرالات اللي هما من منطقة القبائل أو كانوا معاه ولكنهم انقلبوا وأصبح ولائهم للقيد صالح لما أصبح قيد صالح هو الشخص الأول في الجيش بلا منازع ولا مناقش فأن توفيق لتعرض للاعتقال وتعرض للتعذيب وتعرض للضرب وللإهانة أيام القيد صالح ينتقم من كل أولئك الذين ساعدوا أو الذين كانوا في زمن القيد صالح لأنهم كانوا من الموالين المقربين من الفريق قيد صالح وأن توفيق كان يريد من تسعين جنيرالا من القبائل بأن يوالوه وحده ويظهرون الولاء الكالب لشينغريح وهذا الدرس فهمه كل من ويلد زميرلي وعليو الحاج قائد الدرك فيجب عليهم العمل مع شينغريحة وإخبار توفيق بكل شيء ليتم تحضير المرحلة القادمة أما اللواء غريس الأمين العام لوزارة الدفاع فقد تمت التضحية به بخلفية أولا لأنه من الغرب من مدينة المعسكة وثانيا لاستخلافه من قبل جنيرال من الشرق وثالثا لأنه ساهم بكل ما أوتي من قوة في تطوير الجيش حسب صلاحياته ساهم في فترة الحراك على حسب صلاحياته في الحراك أيضا على حسب صلاحياته ورابعا هو مهندس في الرياضيات سنة 1972 ومستوه العلمي والأكاديمي أفضل بكثير من شينغريحة وجماعته العصبية هنا يذكر الأمين العام عبد الحميد بغريس اللي رحم السجون الآن أيضا في سجن البوليد وقد تعرض العميد غريس إلى تعذيب هائل في مركز عبلة كما يسمى بعض الناس يقولوا أن التعذيب يدور ما بين مركز عبلة ومركز آخر تابع للسي بيامي كلهم في بن عكنون كلهم في نواحي بن عكنون وإن كان في حديث الآن على أنه أخذ هذا المركز من بن عكنون إلى الدويرة في الدويرة تم إقامة بناء كبير جدا صرف عليه مليار فاصل ثلاثمائة مليون دولار هذه مصادر كنا تكلمنا عنها قبل سنوات وهو بناء مبنى ضخم جدا مجهز بآخر التجهيزات في الدويرة وبناء على شكل البنتاجون الأمريكي وكان توفيق يريد الانتقال إليه لو لأنه تمت الإطاحة به في 2015 وعندما جاء الجنرال صاحب الشاليمو طارتاق بدأ يرتب وبدأ ينتقل إليه بشوية قبل ما يوطاح به فيما بعد كما تعرفون